وفي الشرق الأوسط أيضاً أوكرانيا تعلن صد هجوم روسي بمسيرات إيرانية الصنع أعلن الجيش الأوكراني أنه صد خلال الليل هجوماً روسياً بمسيرات إيرانية الصنع على البلاد بما في ذلك كييف غدت قصف روسي كثيف وجاء في بيان القوات الجوية الأوكرانية نشر على مواقع التواصل الاجتماعي ليلة الثلاثين من ديسمبر كانون الأول هجم العدو أوكرانيا بمسيرات انتحارية إيرانية الصنع ووضح أن 16 طائرة مسيرة في المجمل أطلقت من جنوب شرقي البلاد نحو الشمال دمرها كلها الدفاع الجو الأوكراني وفي كييف أصدرت سلطات العاصمة الأوكرانية تحذيراً جوياً استمر أكثر من ساعتين لاحقاً أعلن رئيس البلدية فيتالي كيليتشكو أن كييف تعرضت لهجوم بسبع طائرات مسيرة دمرت اثنتان منهما في العاصمة والخمس الأخريات فوق المدينة وأشار إلى عدم موقوع ضحايا لكن سقوط الحطام ألحق أضراراً بنوافذ مبنيين في حي بجنوب غربي كييف موسيقى 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 موسيقى